من أجل تحقيق ألقاب ومشاركة ناجحة في أحد المصابقات كتحت السكوات قوي ومتكامل والأهم يكون مون نساجم قائمة لعبي لويداد الرياضي المتاح للعادة الرمزي والمشاركين في كاس العرب تحددت في 25 لعاب منهم لعبين جداد وأخرين عائدين من الإعارة والأصعب هو غياب بعض الركائز اللي كانت أساسي ومهمة للفريطة والسبب عدم جديد حتى الآن أهمهم بالنسبة لي هو سيف الدين بورا فيديو اليوم خاص بسكوات لويداد في البطولة العربية وش قادر يقدم بطولة كبيرة ونفس الاتسويج أو قائمة محدودة وعمرنا قصير فاضلكم والأهم سنحاول نقترح أفضل لحظة ممكن يكونوا أساسيين نبدو بيوم المباريات ديالنا خليكم معنا نبدو باستعرض قائمة لعبي لويداد الرياضي لكيف قلنا كتضم في حراسة المرمى مطاعم مفتاح مريد قلب الدفاع لأن كل الفرحان زولة أبو الفاتح ونقدرون زدهم أهم حتى بنعيادة لأنه يقدر لبقى رياض رواء وكذلك في اللاكس يميناً سيكون العملود ونزيده حتى بنعيادة في البلايس بجيوش الدفاع الأيصر شتي وفولوح أما الوسط الدفاعي سيكون بأوش جبران محرنس ودراوي الوسط الهجومي اسماعيل المترجي حمود أموماً الأجنحة سيكون أناجم ذوي المترجي الهتميب بوسوفيان وحتب نيشو العائد من الإعارة فين أن الهجوم سيكون صنبون بشار والخنوس إذا رأيتنا السكوات سيكون متوازن نسبياً السكوات لدينا كائنين ووقفين جيدين يحتاجون فقط الإنسجام والتفاهم والأعمل أبو بالقلب لكن رون بلاس موجودنا فيهم خلال يعني الدقيقة الستين سيطلق على البنتوش لكي تحتاج إلى تغييره ويعونك سيكون القضية ناشفع هنا يجب تدبير الحاكم من المدرب وخاصة في الإحتيارات التي سيبدأ بهم ضروري لا يفكر أن يجعله جوكر الذي يقدر يقومه في تغييره بعض المرات تكون محتاج أنك تخلي لاعب احتياطي رغم أنه يستحق الأساسية فقط لأنك تحتاج شنجمه لتعطيك دماء جديدة ولاعب لي قدر يقومك تخرج متأخور في النتيجة وترجع في المعاتش أو للأكس لاعب لي قدر يقومك في الكونتر والصيغل النقص البداني للخاص لكن باش من إيفيته و هذا شيء كامل فارع ما زال محتاجين انتدابات لأنه موسم طويل والمنافسات كثيرة هذا شيء سيطل أنه سكوات لويداد في البطولة العربية مزيان لكن غادي ينقص في المستوى مع توالي المباريات لكن إلا المدرين يعرف كيف يحصل الأمور و يخرج من كل لاعب أفضل ما عندهم كن متأكد أنه صانبو غادي وليالاند وبوسوفيان نايمار أنا ما كنقول سكوات متوسط بل كنقول سكوات عندنا مزيان فقط يحتاج لأفضل تدبير وهنا العمل ديال عادل رمزي وهذا هو أول تحدي له وهنا فين غادي بيان شطرته وبطبيعة حال هذا شيء سيطل أن يقترحوا أفضل حظة ممكن أن يبدو بيوم حسب الرأي الشيصيري الحراسة يصف موطع بدون شك رجل أول شبك لويداد وبنسبة لي حتى كون جدا تقنوتي فكنشوف موطع أهل يكون في الأساسي في شبكة قلب الدفاع ما أعرف شوش غادي يتفق معي أو لا لا لكن كنشوف بنعيادة غادي يكون أفضل خيار لعيب سريع كيلعب بالراس نزيان صعيب دريب لي من توما والأهم هو قادر يخرج بالقورة ويبني لك اللعب من الخلف إمكانيات كبيرة عنده في صناعة اللعب والأهم أنه لاعب كيلعب بالعقل والقلب واختيار حدا بدون شك غادي يكون أمين أبو الفاتح أحد رجال سنة الفريطة اللي بيين أنه راجل وسط الخوانة وغادي يكون تنائية كبيرة مع ابن عيادة في حالة رياض رواه غادي يكون لأملود بوحده من بعد ما ابن عيادة درناه في اللاكس اللي بيين أنه يكون أفضل المعود لسيئ الذكر العطاية لله اللي يحتويه ويطلع من البياضق لكينسة والخير اللي بيين أنه يكون أول مباراة له بقاميس نادي أمنى أنه تكون بداية كبيرة المليون تيران هنا غنة أم كلتم سنبدأ ببيب ويحي يجبران لاعب الارتكاز الأول عربيا أمنى أنه تكون لبطولة العربية بروفا له بشي تبترسه كثير وكذلك يطلع الأسهم دياله وإن شاء الله سوف يفيد الويداد الرياضي كذلك يكون إحدى سوف نخسر لاعب محور اللي سوف يكون هو حمود صنع ألعاب قدامهم بأوزل برو ماكس مع المسارجي طبيعة الحال يبعد دراوي اللاعب الجزائري السبب بينه واضح وأننا نريد أن نقللهم اللاعبين لأنهم أول مباراة ويبقى كوراق عربي حفظ الزميطة والأبو باللاعبين لذي جال أبو بيناتهم دوزو الثلاث الهجوم لذي لي ما أعرف شوش غاد يتفقوا معايا أو لا لا أتنشوف أنه نجم وزير المسارجي غم أفض اللاعب اللي قادرين بدو كأساسيين وأفضل سنتر غاد يكون بولي جونيور لأنه هو اللاعب المتحت قريبا هذا هو أفضل أنز ديالبار حسب السكور الحالي بالنسبة لي وكذلك هذا هو رأيه في قائمة الويداد في كاس الأعراب أهم هو الرأي ديالك انتاحة وشاركوا معنا في الكومنتر أتن رأيك في المقائمة ديالويداد وش باقيين محتاجين تداباته لا لا وش هاد القائمة لكينا قادرة تقدم بطولة كبيرة أو لا لا والآن أعطينا أفضل حضاش أساسيين بدو بهم المباراة سديا تلا